وفي أخبار التقس اجتاحت أمتار غزيرة في عقاب هبوب إعصار خان مناطق جبلية في تايوان ما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأغلقت الطرق وأدت إلى تقطع السبول بمئات الأشخاص فيما هرعت السلطات إلى استعادة خطوط النقل وأفادت المديرية العامة للطرق السريعة بأن الأمتار في مقاطعة نانتو وأدت إلى حدوث العديد من الانهيارات الطينية والانهيارات الأرضية على طول الطريق السريع الأقليمي رقم 14 هذا وذكر مسؤولون أن عادة أماكن على الطرق المتدررة صارت مثل الجزر والتعرض لخطر نفاذ الإمدادات بما في ذلك المياه العذبة